اهلا بكم اختتم المبعوث الاممي الى اليمن هانس جروندبرغ زيارة للرياض لبحث جهود السلام في البلاد وقال مكتب المبعوث في تغريدة على تويتر ان جروندبرغ التقى وزير الخارجية احمد بن مبارك وعددا من المسؤولين وعضاء دائمين في مجلس الامن الدولي مضيفا ان اللقاءات ركزت على الجهود الجارية لتمديد الهدنة واستعادة المسار نحو تسوية سياسية شاملة من جهتي اشار وزير الخارجية احمد بن مبارك الى التعنط ميليشيا الحوثي ورفضها لمقترحات تمديد وتوسيع الهدنة من جهتي قال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليم ان ميليشيا الحوثي احبطت جهود استمرار الهدنة وصرف المرتبات وتحقيق السلام والاستقرار جذلك في تغريدات له نشرها فور وصوله الى عدن بعد اكثر من شهرين على مغادرتها نتيجة تصاعد الخلافات بين اعضاء المجلس الرئاسي على خلفية احداث الشبوى العليم اكد ان المجلس الرئاسي والحكومة يعملان على تلبية احتياجات المواطنين وكان المجلس عقد اخر اجتماع له بالعاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الجاري متوعدا بردع اي تصعيد لميليشيا الحوثي احتشدت قبائل دهم في منطقة العايل القريبة من السياج الحدودي بين اليمن والسعودية المطالبة بعودة محافظ الجوف السابق اللواء من العكيمي واتهمت القبائل السعودية باستمرار احتجاز العكيمي منذ عام مطالبة بالسماح له بالعودة الى المحافظة تقديرا لجهوده في مواجهة ميليشيا الحوثي الخبائل استنكرت ما وصفته بتجاهل ابناء محافظة الجوف واعادة سياسة الحرمان والتهميش الذي تعرضت لها المحافظة رغم التضحيات التي قدمتها خلال معارك استعادة الدولة في سياق اخر طالبت اللجنة الطبية العسكرية لجرح محوري تعز المجلس الرئاسي بسرعة القيام بيواجبه في انقاذ جرح الحرب ومعالجتهم واشرت اللجنة في مؤتمر صحفي الى اهمال الحكومة لقضية جرحة تعز وتعانت وزارة المالية في صرف المبلغ المخصص للجنة الطبية والمقدر بخمسمائة وسبعة وسبعين الف دولار واشرت الى ان الحكومة لم تستجب لمناشدات اللجنة ومطالباتها لفتة الى انها احدت موازنة شاملة لاحتياج الجرحة ورفعتها للحكومة غير انها لم تلقى اي جواب حذرت الامم المتحدة من العواقب الكارثية الناجمة جراء خفض التمويلات المقدمة لليمن من قبل المجتمع الدولي والمانحين قال صندوق الامم المتحدة للسكان ان الوضع الانساني ما يزال مقلقا حيث يحتاج ثلاثة ارباع السكان لا شكل من اشكال المساعدة الانسانية واشارت الى ان عملية الاغاثة تعاني من نقص حاد في التمويل واجبر الوكالات على تقليل المساعدة واغلاق عدد من برامجها في اليمن هاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة